اشتركوا في القناة 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 والاتجاه التاني اللي هي ازا بقولكم الاكاديميات اكاديميات كورة القدم ودي بقت حاجة منتشرة بطريقة غير عادية واحد يبطل من هنا يقول تاني يوم وروح يعمل اكاديمية الولد بيدفع كم في الشهر بيدفع الفين جنيه ده غير اللبس وقطعات تانية للناشئين عارفين يعني ايه كل نادي فيه قطاع ومراحل سنية مختلفة وده ده بش ماشي بالطريقة اللي احنا بيفكر فيها ده كلام كمان بيدار بفساد انا ها في القندية فيه لعيبة ما بتلعبش اللي من المداري بيقول له انا عاوز 30 الف جنيه 40 ده الناس محتاها بويدني وشفتاها عارفين يعني ايه العادة الصغيرين انا بتكلمش عن نادي قندية معينة انا بتكلم بالصفة عامة عشان تلعب ناشئين بتدفع فلوس عشان تلعب اكاديميات بتدفع فلوس عشان تبقى اساسي في فرقة بتدفع فلوس ايه الكلام ده عشان كده احنا مشوفش مواهب وباش هنشوف مواهب ولا لعيبة باش هنشوف لعيبة كويسة والاتجاه التاني اللي هي زي ما ببنوكم اللي هي اكاديميات كرة الخدم اللي هي التابعة الاندية الاكاديميات الخاصة دي اللي بقت اكتر من السوبر ماركت والله العظيمة اكتر من السوبر ماركت واكتر محلات الفل والطعمية مع ان الفل والطعمية بقى غالي دلوقتي فانا ما عرفش احنا بنفكر ازاي الاكاديميات اللي بتتعامل دي باش المفروض تبقى تابع مثلا لوزارة شباب رياضة او تابع لاتحاده الكورة هو اتحاده الكورة دلوقتي باش المفروض فيه ربطة الاندية المحترفين دي المسلومة المحترفين وفيه مفروض يبقى فيه ربطة ليه الهواء احنا متأخرين عنها خالص انما احنا يقولك لا كل واحد بيمسك في مكان بيمسك فيه باش عاوز يسيبه طب اعمل يقولك ما هعمل ايه ما انا واخدها بايزة وانت باش هتعمل حاجة ما تسيبها طب لغيرك لازم عندنا معايير ومقييس لاختيار رؤساء الاندية رؤساء الاتحادات زي ما كان بيحصل قبل كده في الاكاديميات هديها تبقى تابع مين تابع الاندية والاندية تابع الاتحادات ولا تابع اتحاد الكورة ولا تابع وزارة الشباب والرياضة لان انا بسمع في كل حتة اقولك منشستر سيتي اكاديمية منشستر سيتي اكاديمية ليوفيز اكاديمية نابولي اكاديمية برشلونة اكاديمية ريال مدريد مين المسؤولة عالكلام ده والاهالي معذورين الاهالي معذورين عاوز يطلع يطلع ابنه لاعب كورة وما لوش جعب اي حاجة ده الوقت يقولكي انا ابنه ميطلع لعب كورة عاصل ما طلعه مهندس او دكتور ولا حتى زابط ايه عم مالك في ايه مش ده اللي احنا مش ده اللي احنا اطرابنا عليه مش ده اللي احنا تعلمنا عليه وهو كل واحد بفاخر الوقت عاوز يهد ابنه بلعب كورة بيفكر ان هياخد شوال فلوس كلامنا مش مزبوط والله اتجاه كل اولياء الامور بابنائهم للاكاديميات وبدفعهم مبالغ لازم بقولوكم مبالغ كبيرة جدا على امن الولد يطلع لاعب كورة عشان يجيب له ملايين الملايين دي سنده في المستقبل السؤال هنا هل الاكاديميات الخاصة اللي هي تحت الرقابة او بش عاوه بقى تحت بري السل من كلام ده اكاديميات دي كلها بتتبع مين مين المسؤول عنها مين المسؤول عنها حقيقي انا ما اعرفش طب الولد لما بيطلع ومتعلمش حاجة وبعد يجي المدرب لها ماينفعش مين بيحسب الناس دي يا جماعة انا بقول لوزارة الشباب والرياضة اسمها وزارة الشباب والرياضة في عندك جزء للشباب وجزء الرياضة انا محبش اتكلم في الحاجات دي بس الحاجات اللي لفت اتنظري ان احنا ما بنقعد كده واللي لفت اتنظر اكتر لما شوفنا منتخب الشباب بتاعة عشرين سنة لما طلع ده ما فيوش واحد يبشر بالخير ما فيوش لعيب نقدر دوني ده مستقبل ليه ما احنا شوفنا قبل كده كان مع الكابتن هاني مصطفى وكان الكابتن محمد أبو العزي وكان مع هاني رمزي كل دول المدربين اللي مسكوا ووصلوا كاسعالم بالناشئين بتوحهم وبعد كده كان فيه كابتن حسن شحاتة اللي وصل بيهم أمم أفريقية وخدها من بره وبعد كده خد بيهم هم هم اللاعبين اللي كانوا موجودين معاه تلت بطولات أمم أفريقية 2006 2008 2010 ده طبعا مفاكرين الكلام ده اللعيبها كان فيه لعيبة موهوبة فتلمت وتعاملت صح وده طلع منين من ناشئين من الأندية دلوقتي فيه الأندية بتطلع ناشئين الأندية معذورة الأندية بتصرف كتير قوي على الناشئين وبطلعش ناشئ واحد بيطلع بعد كده كان فيه مقولة كابتن صالح سليم رحمة الله عليه قالك أنا بصرف على الناشئين كتير قوي وبعد كده بسيبهم للأندية التانية طب واصرف ليه طب ما نجيب جاهز العقليدي بتاعت الكابتن صالح اللي هو المفورد تتطبق دلوقتي لأنا بصرف على الناشئين كتير قوي وبعد كده ما بيشفش منهم مردود ما ينفعش ويكون لازم الناس تفكر صح الاندية كمان لازم تفكر صح ولما بقول لكم بصوا النادي الاهلي ماشي ازاي هتقولوا ما النادي الاهلي بيشتري من برا اه بس عنده لعيبة بيوديها اندية تانية بتقعد فترة معايشة مع الفرق التانية وبيجيبها بعد كده هتقولوا ما هبشتريها طب هنعمل ايه ما هي دي حالك دي حالك كرة البصرية احنا ما عندناش سيستم صدقوني احنا ما عندناش سيستم وما عندناش وزارة الشابر هيدا المفروض تبقى مسؤولة عن الكلام ده هو اللي بتحاسب فلان وعلان وتحاسب اللجنة القلومبية اللجنة القلومبية فيه اللجنة القلومبية نهمة في العسل فعلا وده انا بقول للاكاديميات لازم بقى تحديها رقيب والرقيب ده لازم بقى مسؤول الولد يتأيد للنادي او يتأيد في الاكاديميات دي تابع اتحاد الكرة وتابع منطقة الكرة زي ما كلنا مكونا صغيرين وده اللي حصل الاكاديميات دي لازم يبقى النصيب الاكبر يعني مش قادر اقول لكم عايزين ولدنا يلعبوا كرة مش لازم ابنك يطلع بك كرة ابنك ممكن يلعب لعبة تانية ممكن يبقى كواس في الهندبول ممكن يبقى كواس في الطايرة ممكن يبقى كواس في التنس ممكن يبقى كواس في حاجة كترة جدا انما احنا مركبين في دماغنا ابن عاوز يبقى لعيب كرة وانا مثلا بيجي لجماعة صحابي كتير قوي انا بقى ده هدحك والله انا الكلام اللي بقول لكم وانا زعلان يجيوا ليه عندي ابني 14 سنة ساروخ فاسيبوا الكلام ده مش هيبقى خليفة بقى محمد سلاح ده هيبقى خليفة حسن شحات الخطيب مصطفى عبده الناس الكبيرة دي كلها طيب حلو قوي مين اللي يحكم بيه انا برا اللعبة دي مين اللي يحكم هنوديه لك للمدرب اللي هو بسؤول على المرحلة السنية بتاعته وهو اللي هيحكم يقولك اذا كان ده هيصلح او لا يصلح قال لي لا 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 مدرب مش هيبقى بحاجة لان ما فيش نظام عنك